أطلب من موظفة قلم المحكمة الاستدعاء القضية القاضي لتيري بالتأكيد سنكون بذلك بعد التقاط الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مكتب الدفاع حضرة الأستاذ رو أعتذر لي أنني نسيتكم صباحا هذا اليوم أني متأسف على ذلك سيد سكوت صباح الخير حضرت القاضي كنت سكوت بن يابعان صديق المحكمة ومع اليوم السيد سلبودان يازبيج السيدة مالين يحيا الحاج وسيد يوغو لغسي شكرا حضرت القاضي سيد خان السيدة كرم خيات والجالسة إلى يساري هي المتهمة اليوم وهي ممثلة من قبل السيدة شايمالا أليغاندرا وسيدة مايا حبلي وسيد أرنان شاو المساعد القانوني وخلفي سيد جوش بيشي وأنا شخصيا المحامر الرئيس في هذه القضية كريم خان وسيد القاضي أيضا موجود معنا في المحكمة وبناء على تعليماتك ممثل تلفزيون الجديد السيد دمتري خضر وهو جالس خلفي مباشرة سيد رو شكرا حضرة الرئيس مكتب الدفاع ممثل اليوم من قبل الأستاذة رولا درباس موظفة قانونية في المكتب ومحامية في نقابة طرابلس في لبنان سيدة بولا اللينش مديرة القاضية سيد شافيك ماشدلاني محترف وطني زائر وأنا فرانسوارو رئيس مكتب الدفاع شكرا حضرة الرئيس شكرا لك سيد رو سيدة خيات هل يمكن أن تؤكدي باختصار الاسم الكامل وتاريخ ولادتكي؟ وهل يمكن أن تؤكدي لنا أنك تستمعين إلى ترجمة الفورية بلغة تفهمينها؟ وأخيرا هل يمكن أن تؤكدي لنا أنك تفهميني أنا و جميع الحاضرين بشكل واضح؟ نعم أني أفهمك حضرات القاضي القاضي لتيري شكرا جزيلا أود بداية أن أشير أنه تم تعيين السيد خان رسميا بموجب المادة 57 دال من قواعد الإجراءات والإثبات التابعة للمحكمة وقد جلت تعيينه من قبل رئيس مكتب الدفاع وهو بالتأكيد محامي عن المتهم الآخر وهو الشخص المعنوي في هذه القضية. وصبق وأشرت في الجلسة السابقة صباح هذا اليوم والأمر نفسه ينطبق في هذه الجلسة إلا إن أشار أحد المتهمين عكس ذلك سوف أعتبر وأخذ بهذا الخيار الذي اتخذه كل من المتهمين لتنازل عن حقهما استأناف هذا القرار الذي صدر والذي يقضي بأن يمثل محامن واحد المتهمين. وصبق وأشارت في الجلسة السابقة أيضا أن أشارت أنه تم تنازل عن هذا الحق. أود أن أكرر أنني سوف أتابع بدقة وعناية الإجراءات للحرص على أنها تمتثل إلى مبادئ حسن سير العدالة ومبادئ حق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة. وبالتالي سوف أتدخل فقط إذا نشأ تنازع في المصالح واختلاف المصالح بين المتهمين من جراء تمثيلهما من قبل محامن واحد. سيدة خيات سوف نتلو عليك التهم الموجهة إليك ولكن من المهم أن نعلمك في هذه المرحلة أنه يحق لك الالتزام الصمت خلال كل هذه الإجراءات وفي الإجراءات المستقبلية وأن هذا الصمت لن يلحق بك أي ضرر. هل هذا واضح؟ سيدة خيات نعم حضرات القاضي لقد سبق وتلوت تلخيصا عن الأحداث التي أدت إلى عقد جلسة اليوم في وجودك وأعتقد أنه من غير المجد أن نكرر تلاوة هذه الأحداث من جديد. بموجب المادة ثمانية وتسعين سوف أطلب من موظفة قلم المحكمة تلاوة المادتين عشرين والستة عشر من النظام الأساسي للمحكمة بهذا الترتيب. سيدة خان حضرة القاضي بإمكاننا القيام بذلك أن كان ذلك يساعد ولكن بهدف توفير الوقت على المحكمة وبما أن سيدة خيات كانت موجودة خلال الجلسة الأولى يمكنني أن أؤكد في محضر الجلسة أنها استمعت وفهمت الحقوق المنصوص عليها في هتين المادتين ونحن نتنازل عن حقنا بالاستماع إلى هتين المادتين مجدداً. القاضي اللي تيري شكراً لكم وإلا لكنا شعرنا بأننا نكرر أنفسنا. القاضي اللي تيري إذن سيدة خيات إذن أني أود أن أؤكد أنك تفهمين أهمية هذه الحقوق التي سبق وتليت. سيدة خيات هل سيد خان هو المحامي الذي قمت باختياره لتمثيلك؟ سيدة خيات نعم القاضي اللي تيري وبالتأكيد هل يمكن أيضاً أن تؤكدي لنا أنك أنت بالفعل المتهمة التي ورد اسمها في قرار الاتهام؟ سيدة خيات نعم القاضي اللي تيري بالتأكيد حصلت على نسخة عن قرار الاتهام هذا في لغة تفهمينها. هل فهمت مضمون هذا القرار؟ سيدة خيات نعم هذا صحيح. القاضي اللي تيري. أطلب الآن تلاوة قرار الاتهام علناً أمام المحكمة. نرجو من موظفة قلم المحكمة تلاوات قرار الاتهام. سيدة خان حضرة القاضي مجدداً أن أترك الأمر لعدالة المحكمة ولكن سبق وتولي قرار الاتهام وشريح لموكلة سيدة خيات وبالتأكيد قد سبق وسمعت إليه منذ لاحظات صباح اليوم. حضرة القاضي نحن من وجهة نصدر الدفاع ولكن نترك الأمر لعدالة المحكمة ولكننا نعتقد أنه ليس هناك من داعي لتلاوة قرار الاتهام بالكامل من جديد لأن ذلك يمكن أن يوفر الوقت ويساعدنا على تنفيذ مهمتنا بالمزيد من السرعة. حضرة القاضي قبل الرد على التهم بشكل رسمي من قبل سيدة خيات ويمكنني أن أؤكد أنها مستعدة للرد على التهم اليوم في هذه الجلسة. أود أن أطلب من المحكمة الإذن وبموجب المادة 16 الفقرة الخامسة من النظام الأساسي التي تجيز للمتهم أن يدلي بإفادة في المحكمة في أي مرحلة من مراحل إجراءاتها. إذن نرجو منكم أن تعطوا سيدة خيات دقيقتين لكي تدلي بمثل هذه الإفادة وهي ترغب بتوجيه رسالة للمحكمة وهي في غاية الأهمية. عوض عن أن تكون بهذا التصريح أمام شاشات التلفزاء في الخارج. وحضرة القاضي نحن نعتبر أن هذا الأمر يمتثل لما ورد في المادة 16 الفقرة الخامسة من النظام الأساسي. القاضي التي تعري. هل ترغب بالقيام بذلك قبل أو بعد الرد على التهم؟ أسيد خان حضرة القاضي نرغب بالقيام بذلك قبل الرد على التهم ويمكن أن نكون بذلك الآن. شكرا حضرة الرئيس جئت إلى هنا إلى مقركم في لاهاي ولم أخاطبكم عن بعض لأن من معه حق لا يخشى شيئا. أنا هنا اليوم أمامكم لأواجه تهما تمس مبادئ ومعتقداتي الشخصية وتمس مبادئ الصحافة العالمية. فالبحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب جميع المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممرا لسلبي حرية الصحافة تحت شعار العدالة. فتهمتنا الوحيدة هي أننا التزمنا أعلى المعايير المهنية حين أضقنا على أخطاء سير عمل هذه المحكمة وكلها من أجل حسن سير العدالة. فمن حق الشعب اللبناني بشكل عام وأهالي الشهداء بشكل خاص محاكمة لا تشوبها أي عيوب. وكي لا أكون عبرة لتخويف الصحافة ولمنعها من مراقبة سير عمل هذه المحكمة. ولن أكون مخرجا لأخطاء عمل فريق الإدعاء. جئت إلى محكمتكم لأدافع عن حقوقي بقوانينكم. فمحاكمتي اليوم فقط لأننا حفظنا على سر خرج من عندكم وشاع. ولأن دولتي وبدل أن تسائلني تحت القضاء اللبناني وبدل أن تحكمني إذا كنت على خطأ وأنا لست على خطأ. ولكن للأسف دولتي معتادة لأن تحكم من الخارج فتخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع. شكرا. شكرا على تصريحك سيدتي. ولكن في هذه الجلسة نحن علينا التأكد من احترام حقوقك. وبالطبع سأحدد تواريخ أخرى وأصدر قرارات أخرى وفق الضرورة فيما يتعلق بالجلسات اللاحقة. وفيما يتعلق بالأمر الذي يحل مع القرار الاتهام هناك تهمة أن هل سوف تردون على التهم؟ السيدة خياتنا عم حضرة القاضي. غير مذنبة. شكرا جزيلا. معنا اليوم محمد دفاع عن السيدة خيات وتلفزيون الجديد. شخص المعنائي. وبالطبع سوف أنتقل الآن إلى مسائل اللغة والكشف والمسائل التمهيد الأخرى التي تنطبق عليهما. وطبعا سأشير بداية أنه وفق قواعد الإجراءات والإثبات هي تنطبق هذه الأحكام في قضية التحقير. وطبعا أشير بأنه موجب مادة التاسعة يمكنني أن أطيل أو أقصر الوقت الذي تنصي عليه القواعد. فيما يتعلق بالإجراءات التمهيدية وإجراءات المحاكمة. وبشكل عام ولأن إجراءات التحقير تقتصر على الإنطاق معينة عن سبيل المثال كما هي الحال في قضية عيش وأخرين. يمكن لبعض الإجراءات والمهل الزمنية التي تنص عليها القواعد لا تنطبق في هذه الإجراءات. وبالتشاور مع الفرقاء يمكنني وسأغيرها. وللمزيد من التوضيح لا يجب أن يتوقع الفريقان الحصول على الوقت الكامل المحدد موجب أي مادة معينة للمسائل الروتينية مثل احترام واجبات الكشف وإيداع الطلبات أو الأجوبة أو إيداع المذكرات التمهيدية. وبالطبع عند تخفيض المهل أو تكتير المهل الزمنية سأعلم الفريقان بذلك وسأنظر في طلبات التمديد. والآن ننتقل إلى مسألة اللغات. أذكر بأن اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة بلبنان هي العربية والإنجليزية والفرنسية وهي مساوية بعضها لبعض. ولكن لأعتبارات الوقت والموارد المحدودة نحن نعتمد مقاربة عملية فيما يتعلق باللغات. وفق ما قرره قاضي الإجراءات التمهيدية في القضية الأساسية أمام هذه المحكمة ووافقت غرفة درجة أولى على ذلك. وهذا يعني أنه في القضية الأساسية يمكن تقديم الملاحظات الشفاهية في أي من اللغات الرسمية الثلاث أي العربية والإنجليزية أو الفرنسية. وتستخدم اللغتان الفرنسية والإنجليزية في كل القرارات والأوامر والمذكرات المكتوبة والمسندات المدعى لدى المحكمة. ويضمن قلم المحكمة ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة الأخرى بما في ذلك اللغة العربية عندما تقضي الضرورة. وبرأيي وفيما يتعلق بالمستندات المدعى لدى المحكمة كتابة. وفي حال لم يكن هناك سبب وجيه ستكون اللغة المستعملة في كتابة هذه الوثائق الفرنسية والإنجليزية. من أجل مزيد من الفعالية لهذه الإجراءات. وهذه هي اللغات التي أنا أفهمها كقاد ناظر في قضايا التحقير. ويمكن أن أجيب عن هذه الوثائق بشكل سريع من دون أي تأخير في الإجراءات. وأنا أدعو الآن الفريقين التعليق على ذلك وتحديداً صديق المحكمة للإدعاء فيما يتعلق بلغة الكشف عن المواد. السيد سكوت شكراً حضرة القاضي. يعمل فريق صديق المحكمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وفيما يتعلق بمرافعاتنا وكتاباتنا سوف تكون باللغة الإنجليزية. أما فيما يتعلق بعملية الكشف فتطلب القواعد أن يكون ذلك في اللغة يفهمها المتهم. ونحن نأمل أن يحصل ذلك. وشكراً جزيلاً. القاضي التيري حسناً، السيد خان شكراً من حضرة القاضي. نحن سوف نعمل باللغة الإنجليزية بشكل أساسي. ونأمل أن تتم عملية الكشف في اللغة الأصلية للوثائق. مثلاً على سبيل المثال العربية. وأن تكون هناك ترجمات باللغة الإنجليزية. أما فيما يتعلق بالوثائق باللغة الإنجليزية. فنأمل أيضاً أن تقدم إلى هذا الفريق وإلى الجديد. القاضي التيري حسناً. إذن هذه القاعدة العامة عن سيد روء. وطبعاً يمكنك أن تتحدثوا شفاهياً بالإنجليزية والفرنسية والعربية. بينما كتابة باللغة الإنجليزية والفرنسية. شكراً. والآن ننتقل إلى عملية الكشف التي سيكون بها صديق المحكمة للإدعاء السيد سكوت. برأيي من مصلحة الجميع أن نتأكد من العمل بفعالية. وأن يكون ذلك الاحترام كل حقوق الأساسية للمتهمين. وفق ما فهمته صديق المحكمة للإدعاء مستعد للالتزام بوجباته بسرعة موجب المادة 110 ألف. أي الكشف عن المواد المؤيدة بموجب المادة أو عفواً الفقرة الفرعية ألف واحد. والمواد الإضافية وفق الفقرة الفرعية ألف إثنان. وقد قدم صديق المحكمة للإدعاء طلباً في الثامن من أيار مايو عام 2014. حيث يلتمس تطبيق بعض التدابير الحماية لجهة عملية. وهو يلتسم إصدار قرارات للمتهمين والدفاع بعدم نشر أي مواد يكشف عنها صديق المحكمة ما إلا في حالة ضرورة في خلال الإجراءات. وأن يحترم المتهمون والدفاع تدابير السرية كاملة. ويطلب صديق المحكمة أيضاً إصدار قرار كي لا يتمكن أي شخص من الجمهور وبما في ذلك الإعلام نشر أو الكشف عن أي مواد تعتبر محمية. ولم نستمع حتى الساعة إلى الدفاع لرد على هذا الطلب. ولكن إصدار قرار بهذا الشأن من أجل حماية الإجراءات وتحديداً الجهود يتماشى مع الممارسات التي تطبقها هذه المحكمة والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى. ولذلك أنا مقتنع للموافقة على هذا الطلب في هذه المرحلة وعلى الأقل جزئياً من أجل تسهيل عملية الكشف عن المواد التي ذكرتها للدفاع بطريقة سريعة. ويجري ذلك من دون إلحاق ضرر بالدفاع مع سماح بطلب التغيير أو بتعديل قراري في حال أرادوا ذلك. وحتى الساعة أنا أمر بمجرد المادة ستين مكرر وتحديداً أحاق والمادة أربعان وسبعين وسبعين ألف ومائة وثلاثين وثلاثين من الكواعد الإجراءات والإثبات. بما يلي أولاً لا يجب على الدفاع والمتهمين ومحاميهم نشر أي مواد أو معلومات يكشف عنها صديق المحكمة للإدعاء إلى عموم الناس إلا في حال ضرورة من أجل إعداد قضيتهم أو في حال أصبحت هذه المواد والمعلومات علنية في خلال الإجراءات وفي الجلسات العلنية. ونتحدث هنا عن عموم الناس باستثناء قضاة المحكمة وموظفي الغرف وقلم محكمة والإدعاء والدفاع. وعندما نتحدث عن العموم يتضمن ذلك العائلات والأصدقاء وتحديداً الإعلام. ثانياً ويجب أن يكون الدفاع حاضران للتواصل مع الشهود الذين يستدعيهم صديق المحكمة للإدعاء. ثالثاً في حال أراد الدفاع يمكنه أن يتواصل مع أحد الشهود وطبعاً يمكن لصديق المحكمة أن يعرف بذلك مع إصدار الشعار مسبق بذلك لصديق المحكمة من أجل تمكين الدفاع من الاتصال بأشهود وموافقة الشهد على ذلك. رابعاً على الدفاع عند الكشف عن مواد في الإجراءات. إعلام كل الأطراف الثالثة في الإجراءات بواجب عدم نشر أو نسخ هذه المواد وإعادتها إلى الدفاع بعد استعمالها وأعلامهم أيضاً بالعقوبات المطبقة في حال انتهاك تلك القواعد. خامساً يجب على رئيس مكتب الدفاع أن يضع قائمة بمحام الدفاع عن المتهمين وأعضاء فرق الدفاع وتحديثها. سادساً أي شخص ينسحب من وظيفته ضمن فريق الدفاع يجب أن يعيد إلى محام الدفاع الرئيس كل المواد المتعلقة بالقضية. سابعاً كل الأطراف الثالثة في الإجراءات يجب أن لا تنشر أي مواد متعلقة بالإجراءات وتعرف بها أو أي معلومات تضمنها هذه الإجراءات وتكون خاضعة إلى تدبير الحماية باستثناء في حال أصبحت هذه المواد أو المعلومات علنية في خلال الجلسات العلنية. ثامناً محامو الدفاع أو نذكر محامية الدفاع بواجبهم حماية السرية سريات الأدلة وذلك بمجهب المادة الخامسة من مدونة السلوك المهني لمحامية الدفاع. تاسعاً نذكر المتهمين بأن الأمر الصادر عني هو بالطبع يطبق عليهم وأشير تحديداً إلى امتناع المتهمين عن نشر أي مواد سرية. كما نذكر المتهمين بأنهم لا يسمح لهم أن يتصلوا بأي من أشهود الذين يتمتعون بالحماية أو أي من الأفراد الذين حدد المتهمون هويتهم على أنهم شهود يتمتعون بالحماية. تحديداً بمجهب ما ورد في الأمر الذي يحل محل قرار الاتهام. عاشراً هذا الأمر صادر عني يتطبق أيضاً على صديق المحكمة الادعاء وموظفيه مع ما يلزم من تعديل. وأرد طلب صديق المحكمة في كل المجالات الأخرى. وعلى ضوء ما تقدم نأمر صديق المحكمة الادعاء بالكشف عن المواد اللازمة بمجهب المادة 110 ألف الفقرة الفرعية واحد إلى الدفاع فوراً. بالإضافة إلى ذلك فإن الكشف بموجهب المادة 110 ألف الفقرة الفرعية إثنين يجب أن ينجز بشكل كامل بحلول الثلاثين من شهر أيار مايو 2014. نذكر أيضاً صديق المحكمة للإدعاء بموجب المادة 113 ألا وهو أن يكشف في أسرع وقت ممكن عن أي معلومات بحوزته أو أي معلومات يعرفها. من شأنها أن توحي بشكل منطقي ببراءة أي من المتهمين أو تخفيف ذنبهم أو تؤثر على مصداقية الأدلة التي تقدم بها صديق المحكمة. وهذا الموجب إنما هو موجب مستمر على صديق المحكمة للإدعاء. ننتقل الآن إلى الدفوع الأولية بموجب المادة 90 من قواعد الإجراءات والإثبات. وتحديداً الدفوع الأولية بعدم الاختصاص وأي مذكرات عن أطراف ثالثة بموجب المادة 131. الدفوع الأولية يجب أن توضع بشكل عام ضمن فترة 30 يوماً بعد الكشف عن المواد أو الأدلة المؤيدة. ولكن كما أشرته سابقاً فإن المهل الزمنية المعتادة في هذه القضية يمكن أن تقصر نظراً إلى الاختلاف بين قضية التحقير والإجراءات عامة التي كانت تنص عليها قواعد الإجراءات والإثبات. وبالتالي فأنا آمر بأن توضع أي دفوع أولية بحلول الثلاثين من شهر أيار مايو 2014. أما الأجوبة فيجب أن توضع بحلول الحادي عشر من حزيران يونيو 2014. بالإضافة إلى ذلك ونظراً إلى أهمية المسائل التي نظرنا فيها في هذه الإجراءات. فأنا أدعو أي أطراف ثالثة ذات صلة أو ذات مصلحة بأن تقدم مذكرات بصفتها أصدقاء للمحكمة فيما يتعلق باختصاص المحكمة في هذه الإجراءات. وأن ذلك ربما يندرج ضمن الدفوع الأولية المنصوص عنها في المادة 90 الفقرة ألف الفقرة الفرعية واحد. وأشير إلى أنه بموجب المادة 131 والوثيقة التوجهية حول مذكرات صديقة المحكمة أمام المحكمة. أنا يمكنني أن أستمع إلى الأطراف قبل أن أوجه دعوة رسمية. أطلب من الأطراف أن يشيروا ما إلى إذا كان لديهم أي اعتراض على طلب من هذا النوع من حيث المبدأ. سيد سكوت بداية. الصديق المحكمة الإدعاء. لا. شكراً سيد القاضي. سيد خان. قبل ذلك أريد أن أعرف من الإدعاء أو من المحكمة ما إذا كان هناك أي اتصال حصلتم عليه من قبل أطراف آخرين. أعربوا عن رغبتهم في التدخل في هذه الإجراءات بصفتهم أصدقاء للمحكمة. هذا هو التوضيح الأول الذي ألتمسه منكم. أما بالنسبة إلى المسألة الأساسية ليس لدي مشكلة في اختصار المهل الزمنية أو تطبيق المادة تسعين. فأنا مستعد أو أعرب عن أننا سنقدم دفوعاً أولية بعدم الاختصاص خصوصاً فيما يتعلق بتليفزيون الجديد. وهذا ما ورد صراحة في الأمر الذي يحل محل قرار الاتهام. للمرة الأولى في تاريخنا القانوني لدينا اتهام موجه إلى شخص معنوي وليس إلى شخص حقيقي أو طبيعي. ونحن بالتأكيد سندفع بعدم اختصاص المحكمة في هذا المجال. حضرة القاضي نعرف أنكم أمرتم الادعاء بالانتهاء من الكشف بحلول الثلاثين من شهر أيار مايو 2014 بمجهب المادة تسعين. ولكن حتى الساعة لم نحصل على أي شيء من الادعاء. ونظراً إذن يصحح يقول السيد خان أتحدث عن مادة 110 حتى الساعة لم نحصل على أي توثيقة. إنها قضية جديدة من نوعها فريدة من نوعها. ومن المهم لنا كفريق دفاع أن نقوم بالأبحاث اللازمة لكي نقدم أفضل دفاع. وبالتالي نلتمس من غرفتكم الكريمة توسيع المهلة الزمنية لمبعد 30 من أيار مايو 2014. قبل أن نقدم هذا الطلب هناك مسائل قانونية مسائل تتعلق بالاختصاص ولذلك نحن بحاجة لوقت لتحليل المعلومات التي سيكشفها لنا الادعاء. وبالتالي حضرة القاضي نحن نعتبر أن فترة أسبوعين إنما هي قصيرة جداً بالنسبة إلينا كفريق دفاع لكي نطلع على المعلومات. ونظراً إلى الدفع الأولي بعدم الاختصاص الذي ننوي أن نتقدم به. بالتالي أنا ألتمس منكم توسيع المهلة الزمنية. يمكننا أن نعطيكم مزيداً من الأسباب المبررة لذلك ولكن هذا هو باختصار طلبنا. بالنسبة إلينا فترة ستين يوم هي فترة ملائمة بدءاً من هذا اليوم قبل أن نقدم دفعاً أول يوم بعدم الاختصاص. القاضي لتياري سيد سكوت بالنسبة إلى إجراءات الكشف هل أنتم مستعدون أو لا؟ هل أنتم مستعدون للكشف عن هذه الأدلة المؤيدة على الفور؟ متى برأيكم يمكنكم أن تنتهوا من إجراءات الكشف؟ السيد سكوت شكراً حضرة القاضي نحن مستعدون للكشف بموشة بن مادة 110 ألف الفقرة الفرعية. واحد ما أن تتوفر لنا بعض المعايير أو المتطلبات التقنية. إذن هناك بعض الشروط التقنية التي ننتظرها ما أن تتوفر يمكننا أن نكشف عن هذه المواد على الفور. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية نحن مستعدون إذن للكشف بحلول تاريخ 30 ماي. أما بالنسبة إلى طلب السيد خان نحن نضع القرار بتصرف الغرفة الكريمة. القاضي للتياري إن الكشف بموشة بن مادة 110 الفقرة ألف الفقرة الفرعية واحد. متى يكون هذا الكشف مدوقفراً؟ السيد سكوت هلأ سمحت لي ببعض الوقت لكي أستمزج رأي زملائي؟ السيد سيد سيكون الرحمن الرحيم سيد سكوتان السيد سيد سكوتان نحن بحاجة إلى بعض الوقت لكي ندخل كل هذه الوصائق ولكي نضيفها إلى نظامنا الإلكتروني الرقمي يمكننا أن نوفر كل هذه الوصائق بنهاية يوم غد القاضي للتيري ماذا بالنسبة إلى المواد الأخرى تحديداً بمجال مادة 110 ألف الفقرة الفرعية الثانية السيد سكوت قلتم أن المهلة هي 30 من أيار مايو ونحن سنبذل كل ما بوسعنا لكي نلتزم بهذه المهلة الزمنية لا نزال بحاجة إلى بعض الإفادات من بعض الشهود التي قد تستدعي السفر للحصول عليها ولكن سنقوم كل ما بوسعنا لكي نحترم المهلة الزمنية القاضي للتيري إذن تعتقد أنه يمكنك أن تحترم هذه المهلة الزمنية 30 من أيار مايو السيد سكوت أعتقد ذلك القاضي للتيري سيد خان القاضي للتيري بعبارة أخرى ألخص ما قاله السيد سكوت الكشف بموجب المادة 110 ألف الفقرة الفرعية ألف سيكون متوفراً بنهاية يوم غد أما بالنسبة إلى الأدلة الأدلة الأخرى فقال السيد سكوت أنه سيكون قادراً لاحترام المهلة الزمنية التي وضعتها ألا وهي 30 من شهر أيار مايو 2014 أنا لا أعتقد أن الدفع الأولي المتعلق بالكيان القانوني يحتاج إلى الكشف والمواد المؤيدة في عمليات الكشف في حال قابلت بتوسيع المهلة الزمنية حتى السادس عشر من حزيران يونيو والأجوبة بحلول 30 من حزيران يونيو هل يلائمكم ذلك؟ السيد خان نعم هذا مقبول أود أن ألتمس الغرفة أن تأمر الإدعاء بأن يوضح ضمن الأيام السبعة المقبلة بشكل واضح تماماً ما إذا كانت التهمة موجهة إلى شركة تلفزيون الجديد أو تلفزيون الجديد هذا حق أساسي نحن نريد أن نعرف ذلك بوضوح إن أراد الإدعاء أن يواصل القضية يجب أن يتحمل النتائج ثانياً بالنسبة إلى السيدة خياط أرى في مقابل فريق إدعاء يضم الكثير من الأعضاء زوية الخبرة ونحن نريد منهم أن يقدموا لنا هذه المواد ليس فقط عبر نسخ إلكترونية ولكن عبر نسخ مطبوعة أنا لن أكون في بيروت طوال الوقت ومن المهم أن تكون هذه الوسائق متوفرة إذن أنا شخصياً مسرور أو أكتفي بالحصول على النسخ الإلكترونية ولكن حبث لو كان هناك أيضاً نسخ مطبوعة أزودها لمواكلتي التي ستعود إلى بيروت ونحن ندرك تماماً مسؤولياتنا بموجب مدونة السلوك المهني لمحامي الدفاع وبالنسبة إلى الملاحظة والأمر الذي صدر عن الغرفة بالسرية نحن ندرك ذلك تماماً ونحن وعونا لأهمية حماية السرية القاضي التياري بالنسبة إلى السؤال الأول ما هو رأيك السيد سكوت عن الإدعاء؟ شكراً حضرة القاضي نحن نقدر ملاحظة الزميل من الدفاع هذه المسألة مسألة مسؤوليات الشركة مهمة جداً بالنسبة إلى السيد خان ولكن أنا أدعو الغرفة إلى أن تدعو السيد خان إلى تقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن حتى نرد عليها وبالتالي يمكننا أن نطلع جميعاً بشكل رسمي من محكمة والدعاء على موقف الدفاع أما بالنسبة إلى المهلة التي تحدث عنها السيد خان هذه المهلة يجب أن تحددوها الغرفة وأن تحددوها أنتم أما بالنسبة إلى النسخ المطبوعة هي مسألة لوجستية وتتعلق بأيضاً القدرات التقنية عفواً ولا أعرف ما هي الطاقة والقدرات المتوفرة لدينا فهمت طلب السيد خان السيد خان ليس لدينا من مشكلة إن كان يريد السيد سكوت أن يتحدث ويتشاور مع زملائه ليرى ما إذا كان هناك إمكانية لاتباعة الوثائق وأعطائها لنا نحن نحن نقبل بالاقتراحات ومنفتحين على كافة الاقتراحات ولكن من المؤسف أن نستمع إلى بعض الملاحظات من بعض الأطراف ربما زميلي أساء فهمي أنا لم أقترح في أي وقت من الأوقات أن يعطينا الزميل من الإدعاء موقفه شفاهياً الآن أنا طلبت من المحكمة أن تأمر الإدعاء أن يوضح ضمن فترة سبعة أيام ما إذا كانوا يوجهون التهم إلى شركة تليفزيون الجديد شركة محدودة المسؤولية شركة مساهمة لبنانية أو تليفزيون الجديد وهذا الجواب سيكون مؤثر وله تأثير كبير على عملنا في تحديدنا فيما يتعلق بالدفوع الأولية إن الإدعاء وتحديداً صديق المحكمة الإدعاء هو موظف في المحكمة ويجب أن يستند في كل مذكراته إلى الأمور القانونية والمعايير القانونية وعلى دوء ذلك أنا ألتمس طلباً منطقياً للغاية أن نعرف بوضوح من هي الشركة المتهمة هل هي شركة تليفزيون الجديد الشركة ألف أو تليفزيون الجديد الشركة باء من الواضح أن هاتان الشركتان هما شركتان منفصلتان من الناحية القانونية نحن نتحدث عن كيانين قانونيين وأنا أطلب أن يوضح الإدعاء ضمن فترة سبعة أيام الكيان القانوني الذي يوجه التهمة إليه أنا لن أخوض في ألعاب تاكتيكية نحن لا نريد أن نلحق أي ضرر بقضية الإدعاء ولكن نريد أن نفهم منذ البداية بالاستناد إلى أي أرضية قانونية نحن نخوض في هذه الإجراءات وليس هناك من أي سبب يبرر تردد الإدعاء في الإجابة عن هذا السؤال القاضي لتيري السيد سكوت ليس هناك من لعبة تاكتيكية نحن نريد أن نمضي في الأمور وفقاً للإجراءات الرسمية وفقاً للقواعد نبدأ بمسائل تتعلق بالاختصاص وإذا كان هناك من دفوع أولية يجب أن تكون بعدم الاختصاص أو بعيوب في شكل الاتهام ونحن نطلب من السيد خان أن يعرب عن موقفه في مذاكرات شفهية رسمية ترفع إلى المحكمة وكافة الأطراف في هذه الإجراءات وليس هناك من أي تلعب من الناحية التاكتيكية السيد خان أريد أن أضح مسألة لو سمحت حضرة القاضي القاضي لتيري هذا دوري الآن باختصار وتلخيصاً لما ورد ليس هناك من اعتراض حول مذكرات صديق المحكمة على أن أدعو أي جهات مهتمة جهات من وسائل أو منظمات غير حكومية أو منظمات أكاديمية أن تقدم مذكرة تتعلق بمسألة بمسألة اختصاص المحكمة وها مذكرات من هذا النوع في حال توفرت يجب أن توضع بحلول الثلاثين من أيار مايو 2014 وأن لا تتجاوز كل مذكرة الثلاثة ألاف كلمة وإلا فهي لن تكون بمجاب قواعد المحكمة ويمكن لأفريقاء أن يجيبوا عن أي مذكرة من هذه المذكرات بحلول الحدي عشر من حزيران يونيو 2014 أما بالنسبة إلى الدفوع الأولية نحن نمدد المهلة الزمنية حتى السادس عشر من حزيران يونيو والأجوبة بحلول الثلاثين من حزيران يونيو 2014 أما بالنسبة إلى توضيح التوضيح الذي التمسه السيد خان هذا مشرد طلب توضيح ولربما سيتقدم بطلب خطي لاحقا حتى يقدم صديق المحكمة ضمن فترة سبعة أيام توضيح حول الشركة التي وجهت التهمة إليها وهذا مجرد توضيح كما قال السيد خان فيما يتعلق بالنسخ المطبوعة يجب أن نستشير قلم المحكمة وبالتالي سوف أكون بإصدار قرار في الوقت الملائم بعد التشاور مع قلم المحكمة وأني أطلب من الفريقين تقديم مذكرات فيما يتعلق بالمهل الزمنية حول كافية المضيق وضمان وحول كافية إجراء المحاكمة وصير المحاكمة نطلب من صديق المحكمة القيام بهذه المذكرات بتاريخ العشرين من أيار مايو 2014 على أن تقدم الردود بحلول الثاني من حزيران يونيو 2014 وهي عبارة عن مقترحات لجدول زمني للمحاكمة وفي هذه المذكرات على الفريقين اقتراح تواريخ ملائمة لتقديم المستندات المدعاة والمذكرات التمهدية وعقد الجلسات التمهدية وبدء المحاكمة قبل رفع الجلسة هل من مسائل أخرى يرغب أي من الفريقين إثارتها؟ أعتقد أننا استكملنا مناكشة كل المسائل سيد خان حضرة القاضي هناك بعض المسائل في حال عقد أي جلسات تمهدية في هذه الإجراءات أمام المحكمة أود أن أطلب من الغرفة السماح لسيدة خياط أو لممثل عن الجديد بأن لا يحضر الجلسات وأن يتمثلها من قبل المحامي وذلك بسبب ديق الوقت وكلفة السفر إلى المحكمة إذن كما تعرفون سيد القاضي في محاكم أخرى يتم تنازل عن أو رفع الحق وتخلي أو عفاء المتهم من حضور الجلسات سيد خان حضرة القاضي لدي مسألة إضافية هذه القضية تمول بشكل خاص وبالنسبة للشركة هناك بعض الوقائع المتعلقة بالإنتاجية وغير ذلك بهدف الماضي قدما نحن نطلب أنه لدي طلبين في الحقيقة أولا عندما يتمثل التلفزيون الجديد هل تقبل المحكمة وبأن لدي توكيل وأمثل الشركة وإن كانت الغرفة ترغب بوجود شخص ما يمكن أن أطلب من أيضا سيدة خياط أن تمثل الشركة وهذا الأمر سيوفر على شركة الجديد أو تلفزيون الجديد إرسال موظف آخر إلى المحكمة وأطلب من القوس المحكمة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بهدف تحقيق المزيد من الفعالية وبما أني أمثل الشركة في كل الأحوال وسواء كنا نتحدث مثلا في قضايا مايكروسوف تودا سامسونج لا يطلب من شخص محدد أن يمثل الشركة فيمكن أن نكتفي بتمثيلي مثلا ولا أطلب من الغرفة أن تصدر قرارا الآن القاضي لي هل لديك أي تعليق سيد سكوت كنت أود أن أجيب عن السؤال الذي طرحته سابقا إن كانت لدينا أي مساء أخرى فنحن ليس لدينا مساء لإثارتها القاضي لي تياري شكرا جزيلا نرفع الجلسة تفضلوا بالوقوف تفضلوا بالوقوف شكرا جزيلا